السلام عليكم معكم دري احماتيك مواصلة في الدورة الخاصة بناء دورة بلوغر من الصفر الى الاحتراف وقمنا في الحلقاتين السابقتين بتصميم شعار من خلال من خلال موقعين موقع كانفا وموقع فوتوبيا موقع كانفا وموقع فوتوبيا اليوم سوف نرى تصميم او كيف تقوم بتصميم من خلال برنامج الفوتوشوب وفي الحلقة القادمة سوف نقوم بتصميمه باستخدام بيكس لاب بلوس يعني اربع طرق للتصميم اذا رأينا برنامج كانفا وايضا فوتوبيا سوف نرى هاتين التصميمين بعدها سوف نقوم باستخدام برنامج كانفا او بموقع كانفا اما هاته التصميمات باستخدام برنامج فوتوبيا او موقع فوتوبيا اذا هذا برنامج كانفا وهذا فوتوبيا وهذا هو الرسم التخيلي او الذي قمنا بتصميمه على الورقة يكون بهذا الشكل يعني فقط قمنا بشرحاته الطرق سابقا سوف تجدها اسفل صندوق الوصف اذا الان نتوجه مباشرة الى برنامج الفوتوشوب حتى نقوم بعمل التصميم مباشرة نقوم بالدخول الى الفوتوشوب بالنسبة الى الابعاد تقوم باختيار 500 على 500 او قم بالتصميم بشكل عادي جدا سوف نقوم بفتع مشروع جديد او يعني انشاء مشروع جديد هكذا نقوم بكتابة هنا 500 نقوم بحسب هذه 500 على 500 او سوف نبقيها هكذا يعني 500 على 500 وتقوم بتصميم اللوغو الخاص بك تقوم بتصميمه بهذا الشكل لكن قبل ذلك سوف نقوم بتصميم الشعار الطويل بهذا الشكل حتى نقوم بانشاء يعني مشروع جديد 1500 على 500 اذا سوف يكون لدينا شعارين الشعار الاول هنا والشعار الثاني هنا نبدأ بهذا الشعار الاول وهو عبارة عن يعني شعار للقناة او اللوغو بهذا الشكل يحمل اسم هكذا نقوم بكتابته مباشرة ببلوغ هكذا ببلوغ اكس تول هكذا هكذا هذا هو الشعار الخاص بنا نقوم بسحبه الى الوسط هكذا نقوم بالضغط هنا ونقوم بالضغط في هذا المكان نقوم بتحديد هنا هكذا وبعدها نقوم بتكبيره يعني مع الاطار نقوم بتكبيره مع الاطار بهذا الشكل كما قلنا لاننا سوف نقوم بوضعه كالشعار في هذا المكان اين 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 هنا سوف نقوم بوضعه في هذا المكان لهذا يجب علينا اين هو نعم يجب علينا تكبيره بهذا الشكل بعدها نقوم بتلوينه نقوم بتحديد هكذا ونقوم بالضغط هنا ضغطتين تقوم بالضغط هنا المعزيرة في هذا المكان على حرف T وليس هنا هنا تقوم بالضغط مرتين سوف يتم تحديد معك النص نقوم بتلوين هذا الجزء باللون البرتقالي هكذا اين هو اللون البرتقالي بالنسبة الى حرف X باللون الاحمر اما بالنسبة الى tool باللون الازرق السماوي اللون الازرق السماوي وبعدها نقوم بعمل حدود لهذا الشعر باللون الاسود نقوم بالضغط مرتين هنا ونتوجه الى هذا الخيار هكذا ونقوم بشاهد هنا انظر نقوم بتغيير اللون الاسود من هنا هكذا ونقوم بسحب هذا هكذا او مباشرة نقوم برفعها بهذا الشكل انظر حتى اذا رمعك الشعار بلون جميل او بحدود جيدة يمكننا ايضا اضافة اضافة زل لهذا الشعر لكن سوف نقوم بتركه هكذا نقوم بازالة الخلفية ونقوم بحفظه يعني نقوم بحفظه بصيغة PNG تتوجه الى هنا فايل وبعدها تقوم بالضغط هنا على ALT CONTROL S بهذا الشكل وتقوم بالتوجه الى هنا في هذا الخيار وتقوم بالنزول الى PNG وتقوم بإعطائها اي تسمية ما عندك بلوج XTool بهذا الشكل PNG هكذا PNG واحد ونقوم بحفظها ونقوم بالضغط على OK تم حفظ هذا الشعار الاول بالنسبة الى الشعار الثاني نقوم فقط بسحبها بهذا الشكل هكذا ونقوم بوضعه هنا ونقوم بمن المفترض انه يعني انظر ماذا سوف نفعل سوف نبقي اوائل الحروف فقط يعني نقوم بكتابة هنا حرف ال B هكذا حرف ال B اه اين هو انظر ونقوم بالضغط اين 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 هكذا نقوم بالضغط في هذا المكان انظر تم اوان يجب علينا دائما كما ترون يعني مشكلة مشكلة نواجه بعض المشاكل يعني دائما نعم اذا هذا حرف ال B كنترول ناقص حتى تصغر الشاشة وكنترول زائد حتى تقوم بالتكبير اذا هذا حرف ال B ايضا نقوم بتكريره مضاعفته كنترول G او مباشرة تقوم بالضغط هنا انظر على الزر الايمل الفأرة وتقوم بالضغط على ديبليكايت هنا لير هكذا حتى تقوم بمضاعفته انظر قمنا بمضاعفتها او مباشرة تقوم بالضغط على كنترول G سوف يتم مضاعفتها معك اذا هذا حرف T هكذا وهذا هنا نقوم به هذا في الوسط حرف ال X حرف ال X كبير بهذا الشكل كما ترون به الحدود نحن لا نريد هذه الحدود نقوم بالضغط هنا ونقوم بسحب هذا ال EFFECT ونقوم بوضعه هنا سوف يتم حزف ال EFFECT ايضا هذا ال EFFECT ايضا في حرف X وايضا في حرف T EFFECT هكذا ونقوم بتغيير الالوان بنفس الالوان السابقة هذا باللون الاحمر قبل ان نقوم بالتعديل عليه نقوم بالضغط مرتين هنا ونقوم باختيار اللون البرتقالي اذا تم اختياره بالنسبة ال X باللون الاحمر X باللون الاحمر هكذا اما بالنسبة الى حرف T فهو باللون الازرق السماوي هكذا ونقوم باختيار اللون الازرق السماوي بعدها نقوم بتحويلهم الى صور PNG مباشرة نقوم بالضغط هكذا على بالزر الايمن للفأرة ونقوم بالضغط على هذا الخيار ريسايز هكذا سوف يتم التحويلهم كما ترون من نص الى صورة نقوم بتطبيق نفس الشيء على هذه الصورة وعلى هذه الحروف ايضا وبعدها نقوم بالتعديل على هذه الحروف انظر هكذا نقوم بتكبير حرف B نقوم بالضغط على CTRL هكذا هذا حرف B نقوم بوضعه هنا وايضا حرف X نقوم بتكبيره بهذا الشكل نضعه في اخر حرف B هكذا نضع ارى وايضا بالنسبة الى حرف T سوف نقوم بوضعه هنا او نحن قمنا بوضعه في تلك الحلقة بهذا الشكل سوف اقوم بتكبيره هنا حتى ارى ان كان جيد او لا هكذا اقوم بتصغيره بهذا الشكل انظر نقوم بإلغاء هذا التحديد الذي يظهر هنا اذا حرف BXT بالنسبة للB سوف نقوم بتصغير هذه الضائرة هنا لانها تبدو كبيرا نوعا ما يعني نقوم بوضع اللون البرتقالي هنا ايضا هنا وبالنسبة الى حرف T سوف نبقيه بهذا الشكل هنا ونبقيه مترك هنا نقوم بازالة هذا الجزء اذا نقوم بالتوجه الى هنا نقوم بالضغط على T ونقوم بازالة هذا الجزء نقوم بازالة هذا الجزء نقوم بالضغط على C سوف يتم ازالته اذا قمنا بازالة ذلك الجزء ايضا نجب علينا نقوم بالضغط في اي مكان هكذا حتى يختفي نحن اخترنا هنا سوف نقوم بعمل سوف نقوم بتغيير حرف B سوف نقوم بتشلوين هذه المنطقة وحزف هذا الجزء اذا نقوم بحزف هذا الجزء بهذا الشكل انظر او نقوم فقط ارى فكرة ما هل تنجح نقوم بالضغط هنا وعمل كنترول سي كنترول في نعم جيد كنترول سي كنترول في ونقوم بجلب هذا الجزء هنا يجب علي سوف اكرر العملية اقوم بالضغط على سي بريمي اختار هذا الجزء واقوم بهكذا انظر الى هنا هكذا واقوم بالضغط على كنترول سي كنترول في وبعدها اقوم بالضغط على في وبعدها اقوم بسحب هكذا انظر هكذا الى هنا الى هنا نفس الشيء اكرره مع هذه الخانة هنا اقوم بالضغط هنا على وبعدها اقوم ب اقتصاصه بهذا الشكل وبعدها كنترول سي كنترول في بعدها اضغط على في حتى اعود الى هنا واقوم بسحب هذا التصميم الى هنا قمنا بتغيير حرف الب نقوم ايضا بتلوين هذه الجهة نقوم بالضغط هنا ونقوم بالضغط ايضا على هذه الجهة هكذا ونقوم بدمجهما بهذا الشكل انظر تلوين هذه المنطقة تم تلوين هذه المنطقة نقوم بدمج هذه الطبقات مع بعض نقوم بدمجهم بهذا الشكل وبعدها نتوجه الى التعديل على حرف الـ X اذا نقوم بازالة هذا الجزء هنا وهذا الجزء بالضغط بهذا الشكل او هنا نتوجه مباشرة الى الـ B ونقوم بالرسم لا ليس هذا الرسم هذا الرسم هذا هكذا ونقوم حتى هذا ليس هو اذا سوف اعود الى هذا وقوم بالضغط بهذا الشكل انظر اقوم بالضغط مرتين اقوم بالضغط على حزف انظر هكذا نفس الشيء مع هذه المنطقة هكذا اقوم بالضغط مرتين واقوم بالضغط على حزف اذا قمت بحزف ذلك الجزء الزائد بعدها اقوم بالمعزرة نقوم باختيار هنا ونعود الى التعديل على حرف الـ L على حرف الـ L هكذا نقوم برفعه قليلا هكذا وكما ترون هناك شيء زائد عن هنا سوف نقوم بحزف هذا الجزء لكن قبل ذلك ونقوم بالضغط على ونقوم بالضغط على ونقوم بسحبه بهذا الشكل جزء قليل فقط هكذا ونقوم بالضغط على هكذا ونقوم بتأخير هذا اللون الى المعزرة المعزرة يعني خلف الـ X هنا نقوم بتقديمها بهذا الشكل كما ترى نقوم بانزال هذا حرف T قليلا هكذا ونقوم باقتصاصات الأشياء انظر بالنسبة لحرف الـ B هناك فراغ سوف نقوم بتلوينه نتوجه مباشرة الى حرف الـ B بعدها نقوم بالضغط على الفرشات انظور الفرشات يعني يمكننا تكبئ الفرشات من هنا بعدها نقوم بالضغط هنا على اللون ونقوم باختيار اللون البرتقالي ونقوم بالتلوين انظر قمنا الان بتلوين حرف الـ B بالنسبه الى هذا اللون الى ellasط�� نقوم بتلوينه باللون الى ازرق نقوم بالضغط هنا ونقوم باختيار من هنا اللون الى off choose لكن نقوم بالضغط على اللون هنا بعدها نقوم بالضغط على OK بعدها نقوم بالتلوين نحن الآن ما زلنا على الفرشات هكذا هكذا إذن قمنا الآن بالتلوين سوف نقوم بإزالة هذه الأشياء الزيادة نقوم بالرجوع إلى هنا ونقوم بالضغط بهذا الشكل ونزيل حتى تصبح بنفس الحواف بنفس الحواف هكذا انظر التحديد هنا إذن كما نرى التحديد بعدها نقوم بالضغط على X ونضغط على C' نقوم بالضغط على T ونقوم بالضغط على B ونقوم بالضغط على C' إذن أصبحوا بنفس الحواف يمكننا تطبيق هذه الطريقة من الجهة في الأعلى بهذا الشكل يعني فقط شيء قليل حتى يصبحوا بنفس الحواف هكذا ونقوم بالضغط على X' T' و B' هكذا نقوم بالضغط في أي مكان إذن أصبحوا بنفس الحواف إذن الخطوة التي بعدها سوف نقوم ب وضع التحديد على X وعلى هذه الحروف الأخرى بهذا الشكل هنا حرف X نقوم بالضغط عليه مرتين ونقوم بوضع له حواف بهذا الشكل لكن سوف نقوم بوضع حواف قليلة فقط هكذا يعني أربعة سوف نقوم بوضع أربعة نفس الشيء على البقية أو نقوم بنسخ نسخ style هكذا نقوم بالضغط عليه باليمين ونقوم بالضغط على copy layer style نقوم بتطبيقها هنا best layer style ونفس الشيء مع حرف B نفس الشيء مع حرف B هكذا إذن قمنا بتطبيق نفس style على ثلاث حروف إذن هذا تصميم ابتدائي أيضا المعزيرة كما ترون هنا هناك جزء قليل خارج من هنا سوف نتركه إما نقوم بتركه أو نقوم بسحب حرف T حتى يصبح هنا بهذا الشكل انظر نقوم بالضغط هنا على حرف T ونقوم بتحديد هذا الخيار هنا ونقوم بسحبه قليلا بهذا الشكل يعني نقوم باستخدام أزرار الكلافي يعني نقوم باستخدام أزرار الكلافي نقوم بالضغط على control زائد حتى تقوم بالتكبير بهذا الشكل حتى تدقق في الأمر حتى تقوم بالتدقيق إذن نقوم بسحبهم بهذا الشكل في الأعلى نرى أيضا في الأعلى أي جيد إذن هكذا كل شيء تمام كل شيء تمام نقوم بالضغط على control X ونقوم بربط هذه السلسط طبقات مع بعض من هنا يعني ربطنا حتى إذا قمنا بالتحريك نقوم بالتحريك مع بعض إذن كما ترون قمنا بالتحريك إذن هذا الشعار الثالث الذي قمنا بتصميمه من خلال برنامج الفوتوشوب نقوم بحفظه وبعدها نقوم بهذا نتوجه مباشرة إلى هنا ونقوم بالضغط على save control save as ونقوم باختيار PNG أول شيء ونقوم بإعطائه نفس الاسم بلوغ Xtool بلوغ Xtool صفر نقوم بالضغط على أوكي أوكي وبعدها نقوم بإزالة الخلفية هكذا ونقوم بالتوجه إلى file إلى save as alt control S بعدها PNG بدون خلفية نقوم بإعطائه نفس الاسم الصفر هنا واحد بعدها نقوم بالضغط على Unregistry ونقوم بالضغط على أوكي إذن قمنا بحفظ هذين الشعار يمكننا دمج هذه الشعارات مع بعض في سوف نقوم بحفظه على شكل PSD حتى نقوم بالتعديل عليه فيما بعد أو نعم نقوم بالضغط هنا على أيضا shift وهنا نقوم بالضغط على save control shift هكذا ونقوم بحفظه على شكل PSD بلوغ Xtool أيضا بلوغ Xtool هكذا نقوم بالضغط على entry وقمنا بحفظه هنا OK قمنا بحفظه على PSD حتى نستطيع التعديل عليه فيما بعد أيضا يمكننا حفظ هذا أيضا حتى نقوم بالتعديل عليه هو أيضا إذن يمكننا دمج هذه الشعارات مع بعض نقوم فقط بمضاعفة هذا الشعار بهذا الشكل duplicate على ما أعتقد تنطقه كذا duplicate هكذا قمنا بمضاعفته نقوم بإخفاء الشعار الأول هذا نقوم بعمل إخفاء ونقوم بالتعديل على هذا الشعار نقوم بالضغط عليه بهذا الشكل ونقوم بالضغط عليه على restore على ما أعتقد هكذا نقوم بتحويله إلى الصورة ونقوم بالتعديل عليه نقوم بالضغط في هذا المكان نقوم بتصغيره بهذا الشكل لماذا قمنا بتصغيره؟ انظر قمنا بتصغيره بهذا الشكل بعد أن قمنا بتصغيره نتوجه مباشرة إلى الشعار بهذا الشكل الذي قمنا بعمله على شكل أيقونة ونقوم بالضغط بهذا الشكل ونقوم بسحبه بهذا الشكل إلى هنا هذا هو الشعار على شكل أيقونة بهذا الشكل نقوم بوضعه في هذا المكان سوف أقوم بتكبيره بهذا الشكل أقوم بتكبيره إلى هنا وبعدها أعود إلى هذه الصورة أنظر إلى هذه الصورة هنا ماذا أفعل سوف أقوم بحركة قد تبدو جميلة أقوم بعمل تعرف ماذا سوف أفعل سوف أقوم بإلغاء هذا الشعار أنظر هذه الصورة التي قمت بعملها لهذا أنظر هكذا أقوم بإلغاءها حزف وبعدها أعود إلى النص الأول النص الأول أقوم بمضاعفته أيضا duplicate أين هي هنا وأيضا duplicate نقوم بمضاعفته مرة أخرى هكذا ونقوم بإخفاء النص الأصلي نقوم بإخفائه النص الأولى سوف نقوم بحزف منها Xtool ونبقي block أما بالنسبة للجهة الأخرى نقوم بترك Xtool بهذا الشكل شاهد معي يعني فقط تحتاج بعض التركيز هكذا نقوم بحزف هنا Xtool نعم هكذا block هكذا سوف نضعه في الأعلى هكذا أما بالنسبة لي النص الأخر أين هو هذا سوف نضعه أيضا في الأعلى هكذا أيضا النص الأخر هذا نضعه أسفل منه ونقوم بحزف block يجب علينا المحافظة على الألوان نقوم بوضع X هكذا ونقوم ب لسق Xtool هكذا نقوم بتصغيرها قليلا هكذا حتى تأخذ هذا المك بالنسبة لي block أيضا نقوم بتصغيرها أكذا جيد أكذا إذن هذا شعار أولي يعني للمدونة الخاصة إذن نقوم بإلغاء هذا التحديد هكذا ونقوم بحفظ هذا الشعار على شكل PSD أول شيء نقوم بالتوجه إلى هنا والضغط في هذا المكان نقوم بكتابة أنظر هكذا PSD نقوم ب blog نقوم بإضافة له blog ونقوم بحفظه على شكل PSD يمكننا التعديل عليه لاحقا بعدها نقوم بحفظ الصورة على شكل PNG حفظ الصورة على شكل PNG أي PNG هنا Alt Ctrl S هنا Alt Ctrl S ونقوم بإختيار PNG بدون خلفية ونقوم بالضغط هنا على Unregistry OK ونقوم بحفظها مع الخلفية أو مع خلفية بيضاء ربما نحتاجها أو نقوم بإضافة لها أي خلفية أخرى هكذا نقوم بالتوجه إلى هنا نقوم بفقط فتح هذه الخيار وسوف يتم فتحها مع خلفية بيضاء نقوم بالتوجه إلى هنا أيضا Ctrl S هكذا ونقوم بالضغط على PNG ونقوم بحفظها هكذا نعم تم حفظها بشكل عادي جدا نقوم بتغيير لون الخلفية قليلا يعني من المفترض أن هذه الخلفية تعتمد على حسب القالب الذي تقوم بتركيبه لكن قمنا الآن بحفظ بحفظها على شكل PSD لهذا سوف نستطيع العودة إليها فيما بعد إذن نقوم بغلق هذه التصاميم هكذا هكذا ونتوجه حتى نرى التصاميم التي قمنا بصناعة هذا التصميم الأول وهذا 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 أيضا يعني هذه التصميم التي قمنا بعملها الأهل نقوم بعملها قس هكذا يعني حتى نقوم بتنظيم العمل الخاص بنا هكذا نقوم بعملها قس هذا هو مشروع الخاص بنا نقوم بإضافة مجلد جديد ونسميه بلوغ أو لوغو نعم لوغو ويذ هكذا ويذ فوتوشوب فو فو تو شو يعني هكذا فوتو شو لوغو ويذ فوتوشوب يعني هذا قمنا بصناعة بواسطة كونفا فوتوبيا وهنا بواسطة الفوتوشوب إذن في الحلقة القادمة سوف نقوم بصناعته بواسطة بيكسلا بلوس نقوم بالضغط عليه مرتين حتى نقوم بفتحه ورؤية هذه الشعارات كما نرى هذا شيء جميل انظر يبدو أن هذا الشعار هو الأفضل من بين تلك الشعارات الأخرى إذن حتى نقوم بالمقارنة دائما نقوم بنسخ هذا الشعر باللون الأبيض ونقوم بالتوجه إلى هنا مقارنة ونقوم بلسقه هنا إذن نقوم بفتحه بهذا الشكل إذن هذا قمنا بصناعته بواسطة كونفا فوتوشوب وفوتوبيا سوف نقوم باختيار منها بعد الانتهاء من الأربع تصامهم سوف تجدون باقي الحلقات أسفل صندوق الوصف نلتقي في موضوع آخر السلام عليكم ترجمة نانسي قنقر